ذكر مركز أبحاث في واشنطن أن صورا حديثة التقطتها أقمار صناعية تشير إلى أن الصين بصدد بناء ثالث سفنها الحربية الحاملة للطائرات وبحسب الصور يتم العمل على تجميع مقدمة السفينة وهيكلها التي من المرجح أن تكون الأساس لهيكل حاملة طائرات بوزن يتراوح بين 80 إلى 85 ألف طن علما بأن البحرية الصينية تخطط لبناء سفينة حربية من هذا النوع شكرا